بالله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآقلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهذه وأستنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي وأخواتي أعتذر عن التأخير في استئناف هذه الدروس بسبب الأسفال والانشغال والمرض والتمريض عفان الله وإياكم وقد كنا وصلنا في شرح كتاب مفتاح الوصول للتلمسان إلى ترجمة الأمر وأكملناها وصلنا إلى المسألة الأولى وهي قوله المسألة الأولى أقصد في ترجمة النهي وبدعنا مسائل النهي بالمسألة الأولى فقال المسألة الأولى في كون النهي مقتضيا للتحريم أو الكراها هذه المباحث اللفظية عادة تتجه في الأحكام إلى اتجاهين إلى اتجاه في ما يتعلق بالدلالة التكليفية أي ما يتعلق بالأحكام التكليفية وإلى الدلالة الوضعية أي ما يتعلق بالأحكام الوضعية لأننا ذكرنا أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين إلى أحكام تكليفية وأحكام وضعية والأحكام التكليفية هي التي قسمناها إلى خمسة أقسام على الإجمال وذكرنا تبصيلات بعد ذلك وذكرنا أن الأمر إما أن يدل على أن الأقصد أن الحكمة إما أن يكون أمرا جازما أو أن يكون أمرا غير جازما أو أن يكون نهيا جازما أو أن يكون نهيا غير جازما أو أن يكون تخييرا وهو لباحة فهذه هي الأحكام التكليفية وأما الأحكام الوضعية فقسمناها إلى قسمين إلى مستقلة وتابعة فالمستقلة ذكرنا منها السبب والشرط والمانع والعلة والتابعة وذكرنا منها الصحة والفساد والرخصة والعزيمة وكذلك الإجزاء والأداء والقضاء والإعادة والصحة والفساد والبطلان كذلك فقال في كون النهي مقتضيا للتحريم أو الكراها وهذا شبيه المسألة السابقة التي ذكرناها في الأمر فقد ذكرنا أن الأمر يطلق بقيد شيء وبقيد لا شيء ولا بقيد شيء فيطلق بقيد شيء أي بقيد الجزم فيكون دالا على الوجوب ويطلق بقيد لا شيء أي بقيد عدم الجزم فيكون الكراهة ويطلق لا بقيد شيء بالإطلاق وهو النهي المطلق قال وقد اختلف في ذلك أي اختلف في كون النهي في الأصل مقتضيا للتحريم أو الكراهة وهذا الاقتضاء في أصل النهي لا بالقرائن أما إذا جاءت قرائن تدل على قصد الجزم فإنه يأخذ بها وكذلك إذا جاءت قرائن تدل على عدم إرادة الجزم فإنه يأخذ بها قال وقد اختلف في ذلك ومذهب الجمهوري أنه للتحريم مذهب الجمهوري أن أصل الصيغة لا تفعل يدل على التحريم كما أن مذهبهم أيضا نصيغة يفعل تدل على الوجوب في الأصل لأن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم لم يزالوا يحتجون بالنهي على التحريم فكثير من الآثار عنهم وأنهم إذا استدلوا على تحريم أمر ما يذكرون النص الذي فيه النهي عنه سواء كان ذلك بالصيغة لا تفعل أو كان بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا لم يزالوا يحتجون بالنهي على التحريم وأيضا ففاعل ما نهي عنه عاصي إجماعا فاعل ما نهي عنه إذا قيل له لا تفعل كذا فبادر إلى فعله فهو عاصي بذلك لأنه تجاسر على النهي وخالفه وهذا سيأتي فيه تفصيل لأنه إذا قيل له لا تفعل ذلك وعلم أن ذلك على وجه الأدب أو على وجه الكراهة فقط فإنه لا يكون عاصيا لأن المكره يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله لأنه قد خالف ما طلب منه وبذلك يكون على الأقل مسيئا للأدب والعاصي يستحق العقابة فذلك مقتضل لأن يكون النهي هنا للتحريم وكل فعل يستحق فاعله العقابة فهو حرام لأن الحرام هو الفعل المنهي عنه نهيا جازما بحيث يستحق فاعله العقابة ويستحق تاركه الإثابة فهو حرام فانهي ويقتضي التحريم هذه النتيجة نتيجة القياس الذي ركبناه وينبني على هذا مسائل كثيرة على هذا الخلاف مسائل كثيرة في الفقه منها فمن ذلك الصلاة في المزبلة والمزبلة مكان القمامة وإلقاء الأقدار فكل قوم لهم صباطة وهي مكان للقاء الأقدار أو قم البيت أو إخراج الأوساخ ونحو ذلك لأن الأوساخ لا يتعايش معها الإنسان فإما أن يرحل عنها كحال أهل البادية وإما أن ترحل عنه كحال أهل الحاضرة الذين يرحلونها عنه فقد نهي عن الصلاة في المزبلة فلذلك اختلف أهل الصلاة فيها حرام أو مكرهة وكذلك المجزرة هي مكان الجزر أي النحر والذبح فقد نهي عن الصلاة في المجزرة وذلك أنها عرضة لحصول النجس لأن الدم المسفوح نجسه وكذلك أنهي عن الصلاة في المقبرة والمقبرة مثلثة المقبرة والمقبرة والمقبرة مكان القبر وهو الدفن وهي الأرض التي خصصت للدفن وفيها قبور أما إذا خصصت للدفن من غير أن يبتدأ فيها الدفن فإنه لا تكره الصلاة فيها وإنما تكره الصلاة فيها عندما تكون ذات قبور بالفعل وعلة الكراهة في ذلك على الراجح لأنه خوف النجاسة لأن الإنسان مثل غيره إذا مات وفارقته الحياة فإن جسمه يتحلل وهذا المتحلل من الأجسام يكون نجسا عند كثير من أهل العلم واستثنى الطائفة المؤمنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فنفى عنه ذلك فقال إن المؤمن لا ينجس كما في حديثه بهرارته وقيل علة أنهي عن الصلاة في المقبرة خشية التشبه بالمشركين لأنهم كانوا يعبدون بعض القبور ويصلون إليها ويعظمونها بصلاتهم التي يفعلونها وصلاتهم كما تعلمون هي المكاء والتصدية ونحو ذلك الصفير والتصفيق فما قال الله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء متصدية وكذلك قارعة الطريق فقد نهي عن الصلاة فيها والقارعة معناه التي تقرعها الأقدام في السير في الطريق فهذه نهي عن الصلاة فيها وعلة ذلك إما خشتا يضيق على الناس وهي مقصودة للمشه أو للتعرض للمرور بين يديه أو كراهة ذلك راجعة إلى أنها أيضاً قد تكون مواقع اللجاس والأقدار فالساليكون لها في كثير من الأحيان على استعجال والسفر فلذلك قد يضطرون لقضاء بعض حوائجهم حاجات الإنسان فلا يبتعدون بها عن طريق الاستعجال مع أنه يكره التخلي على قارعة الطريق وكذلك قيل لأنها ما هو الهوام فالهوام والسوام من الحيات والعقارب ونحو ذلك في كثير من الأحيان تأوي إلى الطرق المطرقة تصطاد فيها من تذيه فلذلك كرهت الصلاة فيها كذلك الحمام وهو مكان إزالة الأوساخ والأقدار من الأبدان فهذه الأوساخ والأقدار تنزه عنها الصلاة وفي بعض الأحيان يخالطها نجس من أبدان الناس وكذلك معاطن الإبل والمعاطن جمع معطن وهو مكان العطن أي الري والشرب وذلك على الآبار والغدور التي تشرب منها الإبل فإذا شربت من نهل وهو الشربة الأولى بركت وبعد ذلك تعل أي تشرب الشربة الثانية فهذه النماكن التي هي مكان لورود الإبل بالخصوص فإنه يكره الصلاة فيها وقد اختلها في ذلك أيضا في علته فعند الشافعية أن أبوالها وبعرها في أصله يرجع إلى النجاسة لأن الشافعية يعللون بالألقاب فيرون أن اللقب بذاته معلل الشافعي عنده الألقاب معللات وأبى الأصحاب فبول ما يوكل مثل بوله ما ليس يوكل على هذا القول وعند طائفة أن الكراهة مرتبطة بوجود الإبل فيها لأنها إذا صلى الإنسان بينها عرضة لأن ترفسه أو تطاءه أو تؤذيه وكذلك قال الطائفة بل مأوى الجن لأن الإبل فيها نفرة وكثيرا ما ينصب العرب ذلك إلى مخالطة الجن لها وكذلك فوق ظهر الكعبة المشرفة فإن الإنسان إذا كان فوق ظهر الكعبة لا يصلي فاختلف في النهي عن الصلاة فوق ظهر الكعبة ما علتها فقيل لأنه لا يستقبله وقيل بل هو نهي لعدم تعظيمها فهي بنية معظمة على الإنسان أن لا يصعد عليها إلا لضرورة كإصلاحها وتعظيمها ما فيه تعظيم لها أما مجرد الصعود عليها من غير تعظيم غير أن يكون للإنسان في ذلك ضرورة وعمل يتعلق بتعظيمها وصيانتها فهو منافل لتعظيمها وهي بنية عظمها الله سبحانه وتعالى وجعلها من شعائره جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد وقيل لأنه لا يستقبل الجدران فإذا كان في داخل الكعبة يمكن أن يصلي النفل لأنه يستقبل شدارا من شدرانها وهي كلها قبلة أما إذا كان على ظهرها فليس أمامه شدار من شدورها حتى يستقبله فإن العلماء اختلفوا في كون الصلاة في هذه المواضع محرمة أو مكروهة وهذا القلاف فيه مذهب أبي حنيفة ومالك في القول المشهور وكذلك الشافعي في القول المشهور وكذلك أحمد في رواية أن النهي عن الصلاة في هذه المواضع الكراهة فقط وذهب المالك في القول الآخر وكذلك القول الآخر للشافعية وكذلك الرواية المعروفة المشهورة وأن نذهب الحنبل إلى أن النهي للتحريم وأن الصلاة باطلة في هذه المواطن وذلك أن الحنابلة يرون أن يرون عدم انفكاك الجهة يرون أن النهي لا يمكن أن يرتبط بالصحة أبدا وسيتينى هذا في النهي هل يقتضي الصحتها أو الفساد في مسألة دلالة النهي من الناحية الوضعية وذهب إلى التحريم والبطلان كذلك علي وبطالب رضي الله عنه ابن عباس وابن عمر وبه أيضا قال عطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخائي وهو اختيار بن المنذر وعندنا في المذهب أي في المذهب المالكي في ذلك خلاف فالمسألة محل خلاف عند المالكية مبناه أي سبب هذا الخلاف على أن النهي هل يقتضي هل يدل على تحريم المنهية عنه أو لا وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه المواضع السبعة من كما أخرجه الترمذي وغيره فقد أخرجه الترمذي وابن ماجه والبيهقي وغير واحد من أصحاب الدواوين فهذا النهي وهل هو للتحريم أو هو للكراهة هذا محل الخلاف وكذلك اختلفه في استقبال القبلة ببول أو غائط أو لبول أو غائط هل هو حرام أو مكروه فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك عن استقبال القبلة لبول وغائط وقال لا تستقبلوا القبلة لبول ولا غائط ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا وهذا الخطاب لأهل المدينة فإن القبلة عندهم في الجنوب فإذا نهي عن استقبالها واستدبالها معنى نهي أن يتجه الإنسان إلى الجنوب أو إلى الشمال ولكنه أذن له في التشريق أو الاتجاه إلى المشرق والاتجاه إلى المغرب كذلك أما البلدان التي لا تكون جهة الكعبة فيها كذلك لا تكون القبلة فيها إلى جهة الجنوب فلا يقالوا فيها ولكن شرقوا وغربوا باختلاف الحال فهذا إنما هو لمن كان في شمال القبلة أو في جنوبها أما من كان في شرقها وغربها فإن النهي له عن التشريق والتغريب وله أن يتجه إلى الجنوب أو الشمال فهذا الحديث المتفق عليه وهو يدل إما على التحريم أو على الكراهة فقيل يدل على التحريم ولذلك فإن أبا يوفا رضي الله عنه قال حتى أتينا الشام فوجدنا كنوفا فقد بنيت إلى القبلة فكنا ننحرف ونستغفر الله فمعناه أنه يرى أن ذلك على التحريم وقال الطائفة أخرى بأن النهي هناك الكراهة فقط فهذه المسائل مبنية على هذه المسألة من مسائل النهي وهي دلالة النهي من النحية التكليفية هل يدل على التحريم أو الكراهة قال المسألة الثانية في النهي هل يدل على فساد المنهية عنه أولا هذه المسألة هي في دلالة النهي من الناحية الوضعية لأن الصحة والفساد والبطلانة من أقسام الخطاب الوضعي واختلف في النهي هل يدل بأصل وضعه على الفساد والبطلان أو لا يدل على ذلك قال في ذلك خلاهم بين الأصوليين والجمهور منهم على أنه يدل على فساد المنهية عنه إلا ما خرج بدليل منفصل قامت قرينة أو دليل تدل على الصحة فيه وبالقول بأن النهي يدل على الفساد قال جماهير العلماء من الحنفية والمالكية والشابعية والحنابلة والظاهرية وذلك شامل للنهي في العبادات والمعاملات مع أنهم اختلفوا في جهة الفساد والذي عليه جمهورهم أن النهي لا يدل على الفساد إلا من جهة الشرع واختاره الآمدي وابن الحاجب وذهب بعض الحنفية والشابعية إلى عدم الفساد المنهي عنه وبه قال القفال وإمام الحرمين والغزالي المستصفاء وفصل آخرون بين العبادات والمعاملات فيقتضي الفساد في العبادات عندهم دون المعاملات وهذا اختيار الإمام أبي بكرين الباق اللاني وهو مذبوه بالحسين البصري من المعتزلة وهو اختيار الفخر الرازي في المسألة فلذلك مذهب الجمهور أن النهي في الأصل يقتضي الفساد وسواء كان الفساد متعلقا بذات الشيء أو بعارض أو صفة عارضة فيه وحجتهم في ذلك أن الصحابة والتابعين نظير حجة سابقة أن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم لم يزالوا يحتجون على فساد بياعات وأنكحة كثيرة بصدور النهي عنها كالنهي عن نكاح الشغار وعن بيوع المنهية عنها كلها فلم يزالوا يستدلون على تحريمها بالنهي فدل ذلك على أنهم يرون أن النهي يقتضي الفساد بصدور النهي عنها ولم ينكر بعضهم على بعض ذلك الاستدلال بل يعارض بعضهم بعضا بأدلة أخرى فلم يكنوا ينكرون عليهم أن النهي يقتضي الفساد وعلى هذا الأصل اختلف الفقهاء في نكاح الشغار ونكاح الشغار أصله من شغر فصيل ولد الناقة شغرها أي أدخل رأسه بين تفنتها وبين بطنها ليصل إلى ارتضاعها وهي في مبركها أو نحو ذلك فهنا يكون رأس الفصيل إلى جهة ورأس الناقة إلى جهة فرأس الفصيل مقابل لمؤخرة الناقة ورأس الناقة مقابل لمؤخرة الفصيل فيكون هذا تبادلا ولذلك نكاح الشغار هو مثل أن يقول الولي للخاطب يزوجني أختك على أن أزوجك أختي أزوجني ابنتك على أن أزوجك أبنتي فيكون هذا تبادلا في النكاح فأن يكون الرجل قد استغلم أليته دون أن يكون لها هي نفع في هذا الأمر فهو المنتفع به وهي لم تنتفع لم تنل صداقا فهذا النكاح نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختلف فيه الوقعاء هل يفسخ أو لا فالمالكية والشافعية يحكمون بفسخه والحنبية لا يحكمون بفسخه ولكن يصحفونه بعد الوقوع بالصداق ولكنهم اتفقوا على النهي عنه على أنه غير جائز واختلفوا إذا وقع هل يصح بمهل المثل أم لا فما عليه الجمهور أنه لا يصح ويفسخ ويبدأ العقد من جديد لكل واحدة منهما بصداق محدد ويفسخ مطلقا قبل الدخول وبعده وهذا قول مالك وشافعي وأحمد وهو مروي عن عمر بن خطاب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما وذهب أبو حنيفة إلى صحة نكاح الشغال ولكن يفرض صداق المثل لكل واحدة منهما وهذا مروي عن عطاء بن أبي رباح ومكحول والزهري من التابعين وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار وهذا الحديث أخرجه مالك في الموطة وكذلك أخرجه في الصححين وأخرجه الشافعيه مسنده وأحمده المسند والدارميه المسند وكذلك أصحاب السنن فهو للجماعة جميعا وقد شرح في لفظ الحديث بأنه أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق وقد اختلف لمن هذا الشرح هل هو مرهوع أو هو مدرج والذي يبدو أنه مدرج وليس من اللفظ النبوي ومنه بيع وشرط كذلك مما يتفرع على هذه المسألة مسألة بيع وشرط إذا باع شيئا واشترط فيه شرطا فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع وشرط كما في حديث عمر بن شعي بن عن نبيه عن جده وقيل مقصود بذلك نهي في واقعة عين فلا يكون ذا عموم فيكون قد نهى عن بيع وشرط مثلا في قضية بريرة ولم ينهى عن ذلك مطلقا وورد في هذه المسألة أن رجلا جاء إلى أبي حنيفة فسأله عن بيع وشرط فقال البيع باطل والشرط باطل فذهب إلى أبي ليلا فسأله فقال البيع صحيح والشرط باطل فذهب إلى ابن شبرمة فسأله فقال البيع صحيح والشرط صحيح فعاد إلى أبي حنيفة فقال ما أدري ما قال غير أن عمر بن شعيب حدثني عن أبيه عن جده النبي صلى الله عليه وسلم أنهى عن بيع وشرط فالبيع باطل والشرط باطل فرجع إلى ابن أبي ليلا فقال ما أدري ما قال غير أن الزهرية حدثني عن عروة عن عائشة أن بريرة جاءتها تستعينها في نجوم كتابتها فقالت إن شاءوا دفعت لهم الثمن على أن يكون الولاء فاشترطوا أن يكون الولاء لهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترطي لهم الولاء وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بالو أقوامي يشترطون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل إن كان مئة شرط كتاب الله أصدق وشرط الله أوثق والولاء لمن أعتق ثم رجع إلى ابن شبرمت فسأله وقال ما أدري ما قال غير أن الزهرية حدثني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه باع رسول الله صلى الله عليه وسلم جملا منصرفه من تبوك فشرط عليه حملانه إلى المدينة فالبيع صحيح هنا الشرط صحيح ومالك تكلم في هذه المسألة فقال الشرط ينقسم إلى ثلاثة أقسام إلى شرط يقتضيه العقد وهو من تمامه ومصلحته كشرط في النكاح مثلا امساكم بمعروف وتسريح بإحسان أو شرط الصداق بكذا وكذا صداقها كذا وكذا فهذا شرط يقتضيه العقد أصلا سواء ذكره ولم يذكر فهو واجب ونهجب الوفاء به القسم الثاني شرط ينافي العقد أصلا في شرط أن لا توارث بينهما أو أن لا يدخل بها أو أن لا يتمتع بها أو أن لا تأتيه إلا نهارا أو نحو ذلك من الشروط التي هي منافية لمقتضى العقد في أصلها فمثلا من باعه هذه الدار بشرط أن لا يقبضها أن لا يستلمها وأن لا يدخلها فهذا الشرط منافي للعقد فهو مبطل للعقد في أصله القسم الثالث شرط لا يستلزمه العقد ولا ينافيه وهذا منه ما يكون مصلحة لأحد العاقدين ومنه ما يكون تقييدا للنص فما كان منه مما يحل حراما أو يحرم حلالا فهو مردود لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا وذلك كشرط لا سابقة ولا لاحقة في النكاح مثلا فالراجح مطلان هذا الشرط وبصحة العقد ويكره جعل هذا الشرط في العقد اتفاقا ولكن إذا جعل فيه فاختلف في لزومه والذي يترجح لدينا أنه غير لازم لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بذلك وهو تحريم ما أحل الله وهذا الشرط الذي حرم ما أحل الله باطل فيبقى العقد صحيحا وعند الحنابلة والشافعية أن الشرط إذا كان واحدا وكان لمصلحة أحد العاقدين كشرط من اشترى بضاعة وشرط عليه حملانها أن يحملها إليه إلى محله ويوصلها إليه أو نحو ذلك هذا الشرط في مصلحة العقد فلا يبطله وإن كان لا يقتضيه العقد في الأصل ومنه بيع وسلف كذلك اجتماع البيع وسلف في صدقة واحدة كأن يبيعه الدار على أن يقرضه مبلغا زائدا على الثمن مثلا فهذه الصفقة واحدة تجمع عقدين وهما البيع والسلف وكل ذلك نهي عنه وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط وقد أخرج ذلك الحاكم في علوم الحديث وأخرجه أيضا الخطابي في معالم السنن وأخرجه ابن حزم في المحلى وأيضا أخرجه أبو يوسف في الآثار وكذلك محمد بن الحسن وهو من حديث عمر بن شعيب عن نبيه عن شده وحديث عمر بن شعيب فيه كلام معروف لأهل الحديث فمنهم من يرى أنه مرسل لأن عمرا إذا حدث عن أبيه وهو شعيب عن شده وهو محمد بن عبد الله بن عمر بن العاص فإن محمدا غير صحابيا فيكون هذا مرسلا وقيل المقصود عن أبيه عن جده هي جد أبيه وجد أبيه عبد الله بن عمر بن العاص صحابي وأبوه صحابي فعلى ذلك يكون متصلا غير مرسلا والذين ضعفوا هذا الحديث بناء على أنه يعارض لحاديث الصحيحة كابن تيمية وكذلك الشيخ الألباني وغيرهما إنما يقصدون أنه جاءت أحادث أخرى فيها الشروط كما ذكرنا ولكن تحقق المعارضة هو محل البحث هذا ليس من البحث الحديثي وإنما هو من البحث الأصولي هل تحققت المعارضة بينه وبين حديث بريرة هل تحققت المعارضة بينه وبين حديث جابر لأن المقصود بالشرط هنا ببيع وشرط هل مقصود كل شرط أو هل هو دال على واقعة عين أو المقصود به شرط مقصوص وهو الشرط المنافي للعقد إلى آخر وكذلك نهى عن بيع وسلف نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف فإن المقصود هنا عن جمعهما معا في صفقة واحدة وهذا الحديث أخرجه مالكه المطي وأحمده المسند كذلك الدارمي وأبو داود وأبن ماجه الترميذي والنساي وابن الجارود والدار قطني والحاكم المستدرك وبيهقي إلى آخر ومنه الصلاة في الدار المغصوبة كذلك من المسائل المترتبة على هذا الخلاف الصلاة في الدار المغصوبة هل تصح الصلاة أم لا فالجمهور صحة الصلاة مع إذم الغاصب فالغصب حرام إجماعا وغصب العقار بالخصوص الأرض وما اتصل بها فيه وعيد شديد في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تسدد فيه تخوم فإنك تأتي يوم القيامة وعليك مقدار سبع أراضين وكذلك الحديث الآخر من غصب شبرا أرضا طوقهم من سبع أراضين يوم القيامة فهو حرام ولكن الصلاة واجبة في وقتها وإذا كانت فرضا وإذا كانت غير فرض فهي مندوبة فلذلك يختلف حكم الصلاة عن حكم الغصب فالغصب حرام والصلاة واجبة فإذا اجتمعت الصلاة والغصب معا فالصلاة في الدار المغصوبة أو في البقعة المغصوبة اقتصب أرضا فجعلها مسدا مثلا فاختلف في ذلك فالذين يرون انفكاك الجهة وهم الجمهور يرون صحة الصلاة والذين لا يرون انفكاك الجهة وهم الحنابلة رون أن هذه الصلاة لا تنفك عن مكانها الذي صليت فيه فلذلك تكون بعطلة لأن النهي يقتضي الفساد ومثل هذا أيضا الصلاة في الحرير فمن لبس حريرا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نبس الرجال للحرير وجعل في إحدى يديه ذهبا وفي الأخرى حريرا فقال إن هذين حرام على ذكور أمة حل لإناثه فإذا صلى الرجل وهو يلبس حريرا فإنه يدخل في هذه المسألة وهو الخلاف فالصلاة هو صحيحة مع إذمه أو هي باطلة والمقصود بالحرير هنا إذا كان الثوب كاملا حريرا أما إذا كان الثوب سداه من حرير ونسيجها بغير الحرير فهذا الذي يسمى بالخزي فلا بأس به ومثل ذلك الحرير الصناعي لا بأس به ليس حرير القز دود القز فهو الحرير المحرم ومثل ذلك أيضا الرقعة من الحرير موضع قدر أربعة أصابع فقد رخص في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض أصابعه أبعض أصحابه فلا يدخل ذلك في النهي وبهل ذلك أيضا نبس الذهب كمن تختم بالذهب فصلى به فهل صلاته صحيحة أو باطلة محل خلاف بناء على هذه القاعدة هل النهي ويقتضي الفساد أم لا وكذلك الحج بالمال المغصوب أو بالمال المسروق أو بالمال المأخوذ غلولا كمن حج على حساب الدولة وهو لا يستحق ذلك مثلا فهل حجه باطل أو صحيح يدخل في هذه المسألة والإمام أحمد يرى بطلان ذلك جميعا وتعرفون قوله في الحج في الأبيات المشهورة إذا حججت بمال أصله سحة فما حججت ولكن حجة العير لا يقبل الله إلا كل طيبة ما كل من حج بيت الله مبرور ومن الصلاة في الدار المغصوبة لأنه منهي عنها ففي فسادها خلاف على هذا الخلاف الذي ذكرناه فما عليه الجمهور أن الصلاة في الدار المغصوبة أو بالماء المغصوبة أو المسروقي أو الذي غصبت الأرض واستخرج منها أن ذلك لا أنها صحيحة ولكن لا يذهب عليها وبهذا أخذ الحنفية والمالكية والشافعية وهو إحدى الروايتين عن أحمد ويكثر الحنابلة ومعهم اللهرية والزيدية إلى أنها باطلة يجب قضاؤها وبه قال أبو هاشم بن الجبائي بن أبي علي الجبائي وكذلك عبد الملك بن الحبيب من المالكية وهو صح الروايات عن أحمد وذكر القاضي أبو بكر الباق اللاني عدم صحتها عنده وعدم وجوب قضائها هذا مشكل واختار هذا القول الفخر الرازي ولي أحمد رواية ثالثة مفادها التفريق بين كونه عالما بالتحريم فلا تصح صلاته وبين كونه غير عالم بالتحريم فتصح صلاته وإلى هذا القول ما لشيخ الإسلامي بن تيمية حيث قال فمن فرق بين من يعلم ومن لا يعلم ففقد أصاب ومن لا أخطأ وقد ورد قول عن بعض الحنفية مضمونه أن صلاته صحيحة مع استحقاقه للثواب وعقاب الغصو وهذا تقريبا هو الذي يمكن أن يحمل عليه أيضا كلام المالكية في المسألة والمالكية يدرجون هذه المسألة في فروع قاعدة بقية مشفرة وهي قاعدة أن الواحد بالشخصي له جهتان الواحد بالشخصي الذي هو بشخصي واحد وهو الصلاة له جهتان من جهة يكون من مر به ومن جهة يكون منهيا عنه كما ذكرنا في الطهارة والصلاة وكذلك في الحج والعمرة ومثل ذلك أيضا في الزكاة كمن كان متصفا بمصرفين مصالف الزكاة كان فقيرا مسكينا أو كان فقيرا عاملا عليها أو كان فقيرا مدينا فله أن يأخذ مع الفقراء من نصيبهم وأن يأخذ مع الغارمين من نصيبهم هكذا أخذ الفقير بوصفيه كما قال خليل وكذلك قال خليل في الصلاة وعصا وصحة لبس حريرا أو سرق أو نظر محرما فيها أي في الصلاة وكذلك المقصود هنا بالسرقة الشيء الخفيف إذا وقع شيء حوله فوضع عليه رجله وأخفاه أما الحركة والفعل الكثير في الصلاة فإنه مبطل من وجه آخر ومثل ذلك أيضا قوله هو في الحج وقال وصح بالحرام وعصى أي صح الحج بالحرام أي بالمال الحرام وعصى في حجه ذلك بسرقة الحرام أو لغصبه أو لغلوله أو لرباه أو نحو ذلك وكذلك الصلاة في الأوقات الممنوعة والأمكنة الممنوعة في جميع ذلك خلافهم بناء على أن النهي يدل على فساد المنهيات وأنه في الوقت ثلاثة أقسام نهي على سبيل التحريم وهو عند طلوع الشمس وعند غروبها هذا نهي لا خلاف أن هذا الوقت وقت تحريم للنافلة ومثله هنا يقوم قائمة ظاهرة عند وقت الزوال وقد اختلف في ذلك ألو مسوخ أو باق فهذه ثلاثة أوقات هي أوقات النهي على سبيل التحريم وأوقات أخرى هي للنهي على سبيل الكراهة المذقلة المشددة وهي ما بعد الإصفار إلى ارتفاع الشمس قيدرمق وتزول عن الحمرة وما بعد الإصفرار إلى أن تغرب الشمس فهذا وقت الكراهة المشددة والقسم الثالث هو وقت الكراهة المخففة وهو ما بعد العصر إلى الإصفرار وما بعد الفجر إلى الإصفار وعلى هذا فإن النهي متفاوت في الحكم بحسب الوقت فإذا صلى الإنسان الفجر مثلا فإنه يكره له أن يصلي بعدها شيئا من النوافل ولكن الكراهة خفيفة فهذا الوقت نهي على سبيل التخفيف فلذلك يجوز له أداء الفريضة فيه إجماعا الفريضة تؤدى في وقت الكراهة سواء كان كراهة تخفيف أو كراهة تشديد إجماعا فإذا استيقظ الإنسان وهو في وقت الكراهة فإنه يجب عليها أن يصلي الفريضة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام على صلاتنا ونسيها فليصليها متى ما ذكرها فإن وقتها ذكرها فإن الله تعالى يقول أقم الصلاة لذكري وكذلك الصلاة على الجنازة في هذا الوقت وقت الكراهة مخففة يجوز فيه الصلاة على الجنازة وكذلك سجود تلاوة تجوز اتفاقا في وقت الكراهة المخففة ما قبل الإسفار وما قبل الإسفرار فيجوز الصلاة على الجنازة بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر وإلى الإسفار بعد الفجر وإلى الإسفار بعد العصر وكذلك سجود تلاوة أما النوافل فقد رأى الشابعية والحنابلة وأن ذوات الأسباب تستثنى فيجوز أداؤها بعد الفجر في وقت الكراهة المخففة وبعد العصر في وقت الكراهة المخففة ودوات الأسباب كركعتين الطوافي وركعتين الإحرام وركعتين القدوم من السفر وركعتين السفر فهذه كذلك تحيية المسجد هذه لها أسباب فرأوا إباحة ذلك مستندين إلى ما أخرج أبو داود في السنة من النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا من الأصاري يصلي بعد الفجر فدعاه فقال يا فلان ألم تشهد معنا الصلاة قال بلى قال فماذا كنت تصلي قال ركعة الفجر استعجلت عنه ما بالصلاة فسكت فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم دليل على الإباحة وقاسوا ذوات الأسباب الأخرى على ركعتين الفجر والمالكية والحنفية أخذوا بحديث ابن عباس شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب فأخذوا بهذه الكراهة مطلقا لذوات الأسباب وغيرها أما أما الصلاة وقت غروب الشمس ووقت طلوعها فلا يحل استناف النافلة قطعا وإذا استيقظ الإنسان فهل يؤدي الفرض أم لا مذهب الجمهور أنه يؤدي الفرض وعند الحنفية أنه إذا طلعت عليه الشمس أو غربت وهو يصلي فإن صلاته باطلة وقد اختلف من ذلك في مسألة واحدة وهي إذا تم تشاهده وقبل السلام طلعت الشمس أو غربت فعند أبي حنيفة صلاته باطلة وعند الصاحبين وهما أبو يوسف ومحمد بن الحسن صلاته صحيحة ولكنه سقط عنه السلام وهذه من فروع القاعدة المعروفة وهي ما غير الفرض في أوله غيره في آخره عنده لا عندهما عند الإمام الأعظم أبي حنيفة لا عندهما الصاحبين هذه هي الأوقات الممنوعة كذلك الأمكنة الممنوعة وهي الأمكنة التي جاء النهي عن الصلاة فيها كما ذكرنا آنفا في المسألة الأولى ففي جميع ذلك خلاف بناء على أن النهي يدل على فساد المنهي عنه أو لا يدل عليه وتحقيق المذهب أي المذهب المالكي في ذلك أن النهي عن الشيء إن كان لحق الله تعالى فإنه يفسد المنهي عنه فإذا كان النهي لحق الله فإنه يفسد المنهي عنه وإن كان لحق الغير فلا يفسد المنهي عنه ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصرية فقال لا تصر الإبل أو الغنم فمن ابتاعها فوجدها كذلك فهو بخير النظرين إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعة من طعام صاعة من تمر التصرية هي أن يمنع الإنسان ولد الناقة أو البقرة أو الشات من ارتضاعها ويغذيه بغير لبني أمه قتا يرويه ويأتي بها وهي مصرات قد حيل بين ولدها معها فيراها المشتري فيرى ضرعها كبيرا حافلا ويرى ولدها ريانا فيظن أن ذلك لكثرة لبنها وهذا من الغش في البيع ولذلك نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعله سببا من أسباب الخيار فأسباب الخيار في البيع ثلاثة عشر سببا وهذا أحدها وهو خيار التصرية فالإنسان إذا اشتراها فوجدها كذلك فهو بخير النظرين معناه هو له الخيار إما أن يمسكها ولا شيء له لأنه قد رضي بها وعرف حالها وإما أن يردها وصاعا من تمر بدل اللبن الذي احتلبه منها أو صاعا من طعام بدل اللبن الذي احتلب منها فلم يحكم بفسخ البيع ولو كان مفسوخا لم يجعل للمشتري خيارا في الامساك فلما جعل له الخيار في الامساك دل ذلك على أنه أنه لم يفسخ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسخ هذا البيع وذلك لأن الحق فيه للعبد لا لله سبحانه وتعالى وهنا خطأ مطبعي في النسخة التي بين يدي كتب أن الحق فيه لله تعالى وذلك لأن الحق فيه للعبد كتب إلا لله تعالى المقصود لا لله تعالى ف هذا الحديث وهو حديث المصرات متفق عليه وأخرجه كذلك مالكم في الموطة والشافعي في الأم وكذلك أحمده المسند وكثير من الدوامين الحديث فيها كسننية بداودة وغيره وإن كان النهي فيه لحق الله فإنه فاسد ولذلك قلنا إن البيع وقت النداء للجمعة يفسق لأنه منهي عنه لحق الله تعالى لأنه يشغل عن الصلاة والصلاة حق الله ولذلك قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذاروا البيع هذا نهي عن البيع وفي وقت النداء الثاني للجمعة وهو لحق الله فلذلك بطل البيع يلحق به غيره من العقود لأنه منهي عنه لحق الله تعالى وهذا هو وجه تفرقة أكثر الرواة بين ما يفسق من النكاح المنهي عنه بطلاق وما يفسق بغير طلاق فإنهم قالوا كل نكاح كان للزوج أو للزوجة أو للولي إمضاؤه وفسقه فإنه يفسق بطلاق لأن النهي فيه ليس إلا لحق من له الخيار فالنكاح في نفسه منعقد وليس بفاسد وأما النكاح الذي لا خيار فيه وأما كل نكاح لا خيار فيه لأحد الثلاثة أي للمرأة أو للزوج أو للولي فليجب فسخه على كل حال فإنه يفسق بغير طلاق فالنكاح الذي يفسق هنا منه ما يكون بطلانه لحق الله سبحانه وتعالى كالنكاح بالخامسة والمحرم من الرضاعة أو من النسب أو من الصهارة ونحو ذلك وكذلك نكاح المعتدة ونحو ذلك فهذا لحق الله فهذا لحق الله سبحانه وتعالى فهو باطل مطلقاً ولا يحل يقراره بحال من الأحوال وأما النكاح الذي هو لحق المرأة أو وليها أو للزوج للزوج الحق في فسخ كالنكاح على صداق باطل كأن يكحها خمراً أو خنزيراً أو بإسقاط الصداق أصلاً أو نحو ذلك فهذا النكاح الذي فسد لصداقه فإنه يحتاج في فسخه إلى الطلاق لأنه بالإمكان إقراره وبقاءه لأن الحق فيه لمخلوق وليس الله سبحانه وتعالى ليس متمحضاً لحق الله تعالى ولو كان لأحد منهم أي لثلاثة كان الحق فيه لأحد منهم لسقط الفسخ بإسقاطه لأن الحق له هو فإذا أسقط حقه فقد صح النكاح فلما لم يسقط الفسخ بإسقاط أحدهم علمنا أن الحق فيه لله تعالى فكان فاسداً غير منعقد فلا يحتاج في فسخه إلى طلاق لأن الطلاق إنما هو حل للعقد القائم فحيث لا عقد فلا حل فهذه قاعدة المذهب وما خرج عن هذا أي ما كان استثناء من هذه القاعدة فإنما هو لدليل منفصل كنكاح الشغال ونحوه وإنما ذلك لدليل منفصل حديث ورد فيه بخصوصه أو نحو ذلك قال ما أن ضد المأور به منهي عنه وهذه المسائل قد فصلناها في الأمر فلذلك لا يحتاج إلى إعادتها فالنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده والأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده وكذلك النهي يقتضي الفورية ويقتضي التكرار دائما فإذا نهي الشارع عن أمر ما حرمه فذلك يدل على تحريمه حتى يسخ هذا التحريم وكذلك يدل على الفورية مباشرة أنه ممنوع من وقت تحريمه وما ذكرنا من مسائلها إن مسائل النهي وذلك تفصيلا قد ذكرنا مسائلتين وما زاد على ذلك أشار إليه إجمالا هو المهم في الفقه أي هو الذي تنبني عليه فروع في المجال الفقه وهذا الكتاب مختص بتخريج الفروع على الوصول قال القول في التخيير عقد هذا الباب للقول في التخيير وهو لباحة إذا نقف عند هذا الباب إن شاء الله وإذا كان لدينا أسئلة جاءت أسئلة إذا نقف عند القول في التخيير وهو القول في الإباحة إن شاء الله في الدرس القادم وقدن إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر